أبشع جريمة شرف بالسعودية هزت عرش الملك خالد بن عبدالعزيز أحداث الجريمة البشعة ترجع لسنة 1982 الموافق 1402 هجريا فعهد ملك السعودية خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن أرسعود واللي مشهود له بالعدل والحكمة والصلاح تعالوا نعرف أحداث القصة المأساوية واللي وصلت الملك خالد أنه ما ينامش أكتر من يومين من شدة الغضب وأنه يتحدى علماء الدين لتنفيذ حكم رادع بدأت أحداث القصة في مدينة الرياض بالسعودية لما قررت أسرة سعودية مكونة من أب وأم وبنتين يطلعوا رحلة برية يستمتعوا فيها بأجواء الربيع فيما كان على أطراف الرياض مش بعيد عن الطريق العام العيلة الصغيرة خدوا معاهم أكل وشرب وكل اللي يلزمهم وكانت أجواء جميلة جدا والأب رح جمع الحطب وأشعل النار علشان يجهزوا عليها الشاي والقهوة في أسط ما هم مستمتعين برحلتهم شافتهم سيارة دورية عسكرية كان راكب فيها شابين عسكريين فضلوا يلفوا بالسيارة العسكرية لأكتر من مرة حوالين المكان لحد ما تأكدوا أن الأب هو الرجل الوحيد الموجود مع الأسرة بعدها وقفت سيارة الدورية بالقرب من الأسرة وطلبوا من الأب أن يشوفوا إثبات الهوية رغم استغراب الأب إلا أنه طلع هوية بعدها بدوا يسألوا مين معاك؟ رد عليهم وقال زوجتي وبناتي قدر الشابين يستدرجوا الأب لسيارة الدورية وبعدها كتفوه وربطوه ودخلوه جوه سيارة الدورية وقفلوا عليه الأم لما شافت المنظر ده عرفت أن فيه حاجة مش طبعية بدأت تصرخ وتطلع تجري على الطريق العام في محاولة منها تلاقي حد تستنجد بيه والبنتين مجريوش لأنهم حاولوا يخلصوا أبوهم في نفس التوقيت هجم الشابين على البنتين واختصبوهم جوه نفس سيارة الدورية اللي كان مربوط فيها الأب قدام عين أبوهم اللي كان سامع صرختهم وعاجز عن نجدتهم وبعد ساعات من الاختصاب هرب المجرمين بسيارة الدورية وسابوا الضحايا وأبوهم مربوطين في المكان اللي ارتكبوا فيه أبشع جريمة وقاموا البنات وفكوا ربط أبوهم اللي كان في حالة انهيار تام راحوا يدوروا على الأم المسكينة لقوها على الطريق بعد مدة رجوا على بيتهم في الرياض واللي حصل بعد كده إن الأب فضل أكتر من أسبوع يبكي بدون توقف حزنه وقهر على اللي حصل لبناته قدام عينه لكنه قرر ما يسكتش عن حقه ولم قهره جواه وخرج يدور إزاي يقابل الملك وبالفعل حاول أكتر من أربع مرات يقابل الملك خالد وكان بيرفض يقول للحرس سبب إصراره على مقابلة الملك وهو في حالة انهيار وبكاء وكان بيرد عليهم ويقول لهم السبب ما أجوله إلا للملك خالد وبالفعل قدر يدخل ويقابل الملك خالد ويحكيله الحادثة البشعة اللي حصلت معاه هو وبناته وكان رد فعل الملك خالد مش بس غضب بسبب الحادثة البشعة يقال إنه منامشي لمدة 3 أيام بعد اللي عرفه وكان في حالة من الزهول إن إزاي عسكريين على رأس العمل يهتكوا عرض المسلمين بدل ما يحموهم وإزاي دا يحصل في المملكة لناس مسلمة في أمان الله الملك خالد أمر بالبحث عن المجرمين العسكريين اللي ارتكبوا الجريمة البشعة وفي اليوم دا حصل حالة استنفارة عام لكل القوات في الرياض بشكل مش طبيعي لحد ما تم القبض على الشابين اللي قاموا بالجريمة واتفتح التحقيق معاهم في الوقع واعترفوا بجريمتهم والبحث الجناي أثبت الآثار اللي بتدل على الاختصاب اللي حصل في سيارة الدورية وإن الشابين غير متزوجين واترفعت كل التفاصيل والتحقيقات للملك خالد بن عبد العزيز اللي حصل بعد كده أن كبار القيادات بلغوا الملك خالد أن الحادثة حدث حال المحكمة علشان يطبق شرع الله على الشابين وفقا للشريعة الإسلامية هنا بقى الملك انفعل جدا عليهم وقال لهم قبل لأصلي الظهر تنفذون فيهم حكم القصاص كان الوقت ضحى فاستعان كبار القيادات بثلاثة من كبار علماء الدين بالمملكة في محاولة منهم لإقناع الملك خالد أن الشريعة الإسلامية بتحكم على الشباب الغير متزوج في الزنا بالجلد وكلام من هذا القبيل في محاولة لإقناعه عن تنفيذ حكم القصاص بس رد الملك خالد كان حاضر ومباشر وسابت وقال لهم بغضب أي محاكمة أنا أعلم منكم بشرع الله وكرر تاني كلامه وقال قبل ما صلي الظهر تنفذون فيهم حكم القصاص وبالفعل تم تنفيذ حكم القصاص فيهم وكانت وجهة نظر الملك خالد رحمة الله عليه أنه ما ذكر كان للشريعة الإسلامية في الزنا أما في حال الشابين العسكريين هو استخدامهم السلاح وموارد الدولة لترويع الآمنين وهاجموا على مواطنين في حماية دولة الملك وهتكوا عرض مسلمات يعني ده مش مجرد حدثة اختصاب عادي دول مفسدين في الأرض ووجب فيهم القصاص كما يقال أن الملك خالد رحمة الله عليه ساهم في زواج البنتين وتجهزهم بنفسه ومنح أزواج البنتين مليون ريال سعودي ليضمن ليهم حياة كريمة طليق بيهم رحم الله الملك الصالح ملك السعودية خالد بن عبد العزيز بن آل سعود ترجمة نانسي قنقر